هذا وقد تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مسشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي رفع فيها إلى مقام جلالته أسماء آيات الشكر والامتنان على ما تفضل به جلالته في برقيته الكريمة من كلمات سامية معبرة وعبارات جليلة محفزة بمناسبة إطلاق أول قمر صناعي بحريني مشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ويحمل اسم ضوء واحد وأكد سموه في برقيته أن قطاع علوم الفضاء والبحوث العلمية والتقنية قد تمكن في عهد جلالة الملك المفدى الميمون وبسواعد وكوادر وطنية مؤهلة ومبدعة من تحقيق هذا الإنجاز الوطني الريادي وهي الخطوة الأولى لشبابنا ليشق طريقه في مجال الفضاء والإبداع وأشهد سموه بما تشهده مملكة البحرين من نهضة شاملة ومتجددة برهنة أن جميع أبناء الوطن المخلصين يقفون صفا واحدا متماسكا وراء نهج جلالة الملك المفدى المبارك والسديد مستنيرين دوما بتوجيهات جلالته السامية وفيما يلي نص البرقية سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى القائد الأعلى حفظكم الله ورعاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني ببالغ الاعتزاز والتقدير وبمزيد من الولاء والعرفان أن أرفع إلى مقام جلالتكم أسماء آيات الشكر والامتنان على ما تفضلتم به في برقيتكم الكريمة من كلمات سامية معبرة وعبارات جليلة محفزة بمناسبة إطلاق أول قمر صناعي بحريني مشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ويحمل اسم ضوء واحد سيدي جلالة الملك الوالد المفدى لقد تمكن قطاع علوم الفضاء والبحوث العلمية والتقنية في عهد جلالتكم الميمون وبسواعد وكوادر وطنية مؤهلة ومبدعة من تحقيق هذا الإنجاز الوطني الريادي وهي الخطوة الأولى لشبابنا ليشق طريقه في مجال الفضاء والإبداع وهذا الذي نعهده في شباب البحرين والذي كان أساسه ودافعه وغايته هو رعاية جلالتكم ورؤاكم الصائبة وعزيمتكم التي لا تلين من أجل تعزيز تقدم وازدهار مملكة البحرين في جميع المجالات كما نتوجه بجزيل الشكر والاعتزاز لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على ما تقدمه من دعم أخوي مشهود لمملكة البحرين بما يجسد عمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين بلدين الشقيقين ولا شك أن ما تشهده مملكة البحرين من نهضة شاملة ومتجددة برهنت أن جميع أبناء الوطن المخلصين يقفون صفا واحدا متماسكا وراء نهج جلالتكم المبارك والسديد مستنيرين دوما بتوجيهاتكم السامية ويحدون الفخر والعزم بأن نصهم بكل ما لدينا من جهود وتطلعات لرفع راية الوطن خفاقة عالية وتقديم كل تضحية ممكنة تحت لواء قيادتكم الحكيمة لتظل مملكتنا الغالية شامخة عزيزة سيدي حضرة صاحب الجلالة إن خدمة جلالتكم ومملكة البحرين هي أسمى الأمان ومراد كل غاية وذلك في إطار واجبنا المقدس وثوابتنا الوطنية آملين أن يوفقنا الله تعالى وفريق العمل في تحقيق مساعيكم المباركة لاستمرار النهضة العلمية والتقنية الشاملة لوطننا الغالي وترسيخ ريادته وازدهاره وفي هذه المناسبة السعيدة نعاهد جلالتكم برا وإخلاصا وطاعة وولاءا على مواصلة كل البذل والعطاء وتسخير كافة الإمكانيات لنكون عند حصن ظن جلالتكم مبتهلا إلى المولى العلي القدير أن يحفظكم ويمتعكم بموفور الصحة والسعادة ويسدد على طريق الخير خطاكم وأن يبقيكم ذخرا وسندا لشعبكم الوفي وأمتكم والعالم أجمع ودمتم سيدي سالمين موفقين بحفظ الله ورعايته ابنكم المخلص لجلالتكم ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر